إذن أول حاجة أدي أول شنط الشنطة التانية اللي هي موجود فيها بقى البلاستيك البلاستيك يعاد صهره ويشكل مرة أخرى ويمكن إحنا بنفتكر لما بتروح تنظف حاجة بدلة ولا غيره بتلاقي جايب لك شماعة كده دي شماعة معادة مدورة بتتعامل تاني وتستطيع الورق يعاد تدويره بالتالي نابله ونفرومه ونعيد تشكيله لأنه ناشف لكن لو تحط المحتوى الكونتينر كله على بعضه أصبح المحتوى بتاعه ملوش قيمة لأن علي زيتا علي مية الورق اتهره والبلاستيك اتهره وكل الكلام إذن كل دي منظومة متكاملة بتبدأ بقى من الفصل من المنبع ثم الجمع اللي هيجمع ثم اللي هينقل ثم بعد ذلك اللي هيفرز ولو هيفرز بعض الناس تقول لنا إيه تقول لنا تمهو الراجل بيجي أخده محطوم على بعض هو محطومش على بعض هو بيأخد الكسين ويروح يفرزه منك يفتحه اللي بيلاقي عضو بيحطه يعني إحنا بنساعده وبندينه محتوى كويس جدا وآخر حاجة التخلص الآمن والتخلص الآمن إحنا عندنا دلوقتي حتى في القانون موجود الجديد أنه ثلاثة أور يعني ببساطة شديدة جدا أول حاجة عشان ننجح المنظومة الفصل من المنبع يليها قلل استخدامك يعني إيه قلل استخدامك يعني الحاجة استخدمها للآخر ليه تبقي قتل؟ ما تهدرش ما تهدرش مش بقولك ما تكلش عشان ما نسمح مناش غلط ما تهدرش بالزبط ما تهدرش أنت عندك قتل كل زي ما أنت عاوز لكن لا تلقي بأي غذاء صالح للاستخدام في سلة المخلفات شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة